ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر منطلعة أن وزارة النقل الأمريكية تحقق في تصديق إدارة الطيران الاتحادية على طائرات بوينغ من الطراز 737 ماكس وأضفت الصحيفة يوم الأحد أن تحقيق وزارة النقل بدأ في أعقاب حادثات طائرة شركة لايون إير في أكتوبر 21 والذي أودى بحياة 189 شخصا ويجريه المفتش العام بالوزارة الذي أمر مكتبين في إدارة الطيران الاتحادية بتأمين ملفات كمبيوتر وقال مصدران في الحكومة إنه لن يكون مفاجئا أن يحقق المفتش العام بوزارة النقل في قضية كبيرة تتعلق بالسلامة لكن لم يتسن لهما تأكيد التقرير وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي أن التحقيق يركز على نظام منع التوقف المفاجئ